أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء وخلال ترأسه مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى وجود تنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون وخلال الاجتماع كلف مدبولي الحكومة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المدريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة وأكد مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس بالإضافة لتوافر مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى بأسعار مناسبة وأشار إلى أهمية استمرار هذه المعارض المختلفة اشتركوا في القناة